الذي نخلص إليه هناك أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر من قتلة الحسين وهناك زوار الحسين الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت يعتقدونها لكنهم كما يقول إمامنا الرضا ليسوا من شيعتنا هم من شيعة أولئك المراجع ولذا فإن المراجع أضر من قتلة الحسين خدام الحسين زوار الحسين الذين هم أتباع المراجع هم قتلة الحسين المراجع ألعن من قتلة الحسين مقلدوهم من خدام الحسين وزوار الحسين هم قتلة الحسين هذا كلام الأئمة ما هو كلامي البلاعم وهم المراجع أيضا القرآن وصفهم بأنهم كلاب أتباعهم أمير المؤمنين وصفهم بأنهم أشباه الكلاب المنطق واحد هكذا قال أمير المؤمنين وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب أطاع البلاعم من العلماء إنهم المراجع الضالون المصداق الواضح لهم إنهم المراجع الطوسيون البتريون الدليل ضلال عقائدهم التي تخالف عقائد أهل البيت ضلال تفاسيرهم التي تخالف تفسير أهل البيت ضلال فتاواهم التي تخالف فتاوا أهل البيت وإلا شيعي هذا المرجع الذي يفتي بأن ذكر علي في صلاة يبطل صلاة هذا شيعي وهذه فتوى شيعية وهذا دين شيعي وهذه صلاة شيعية أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ يضحكون عليكم وسيرقعون لكم ما يرقعون وأنتم بالمناسبة ستصدقون ستصدقون بس من تطلع الشمس على الحرام سوف تندمون ولكن لن ينفع أن ندمو حينئذ وواضح أن الجهة التي فيها أمرهم أمرها أبين من الشمس أمرها أبين من الشمس بقوة السلاح مثلا هل أمر الديني هكذا يتبين بكثرة الأموال مثلا بكثرة الأتباع والجماهير خصوصا إذا كانوا من الحمير بأي شيء يكون أمرهم أبين من الشمس إنه العلم والمعرفة والفصاحة والبلاغة والبيان والخطابة هذا هو العلم هكذا كان طريقتهم طريقتهم يتحدثون يتكلمون وحينما يتحدثون ويتكلمون لا يستطيع حتى أعداؤهم أن يعيبوا عليهم أن يعيبوا عليهم طريقة كلامهم أو أن يعيبوا عليهم مضمون كلامهم أو أن يعيبوا عليهم حججهم ودلائلهم هكذا كان أمرهم أبين من الشمس وسيكون أمرهم أبين من الشمس في زمان الغيبة أيضا بنفس هذا المنهج لا بطريقة المرجع الأخراس ولا بطريقة المرجع المتمضرط الذي لا يصدر منه إلا الهراء والخراء من ثمه هذا هو حال مراجعنا العظام هذا هو حاله فماذا نصنع له فأمرهم أبين من الشمس في زمان الغيبة وفي وقت ارتفاع رايات الضلال هناك جهة يكون فيها أمر محمد وآل محمد أبين من الشمس فابحثوا عن هذه الجهة هناك ستعرفون طريقكم ابحثوا عن هذه الجهة ملامحها واضحة ملامحها بينة إنه العلم والمعرفة والثقافة والأدب والفصاحة والبلاغة إنه القرآن المفسر بتفسير محمد وآل محمد إنه الحديث المفهم فهموا بقواعد تفهيمهم هكذا يكون أمرهم واضحا وبينا أبينا من الشمس أليس كذلك نحن هنا في قناة القمر نحاول أن نتشبه بهذا نحاول أن نكون قريبين من هذا والأمر هو هو حين ظهور صاحب الأمر فإن أمره سيكون أبينا من الشمس لماذا؟ لأن المنهج هو المنهج إنه منهج العلم والمعرفة والأدب والفصاحة والبلاغة والوضوح وقوة الحجة هو هو لذا فإن أمرهم سيكون أبينا من الشمس في حال الغيبة وعند اجتداد الفتن مع وجود الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي لكن أمرهم سيكون أبينا من الشمس للذين يبحثون عن الحقيقة ولا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم سيكون التوفيق شاملا لهم سيقيض لهم صاحب الأمر فقيها مؤمنا يقف بهم على الصواب في الجهة المعارضة لجهة الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي فإن الصواب في خلافهم أقرأ عليكم الرواية من غيبة الطوسي محمد بن الحسن الطوسي الذي يقال عنه من أنه شيخ الطائفة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان قد يقول قائل أن تتذمه وتقرأ في كتبه هذه أحاديث أهل البيت هذه مو أحاديث الخلفو هذه أحاديث أهل البيت وهذا كلام أصحاب أهل البيت نقلوه عن أهل البيت هو نقله في كتبه وأنا أقرأ من كتبه مثلما أقرأ من كتب اليهود والنصارى مثلما أقرأ من كتب النواصف من كتب كل الملل والنحال في صفحة الخامسة والسبعين بعد المئتين بسنده بسند الطوسي عن الفضل بن شاذان بسند إلى عمار بن ياسر عمار بن ياسر إذا ما تحدث فإنما يتحدث عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين عمار بن ياسر يقول دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان كلمته دقيقة ربما وردت هذه الرواية في الكتاب نفسه بصيغة أخرى لكن تلك الصيغة مضطربة جدا الصيغة السليمة والصحيحة هي هذه لا أجد وقتا كافيا وإلا لقرأت عليكم الصيغة المضطربة وضعت علامة لها لكنني أجد الوقت يجري سريعا وأريد أن أبين بعض المطالب المهمة دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها إذن هناك دعوة آل محمد دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان الدعوة يعني عقيدة يعني فكرة يعني دينا فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها هذا في زمان الغيبة فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الأرض هذا قبل الظهور ينادي مناد على سور دمشق ويل لازم من شر قد اقترب ويخرب حائط مسجدها هذه علامة لظهور السفياني إذن هذه الوقائع ستقع قبل ظهور السفياني إذا كانت التفاصيل قد جاءت مرتبة ترتيبا زمانيا ولا نملك دليلا على ذلك بعض الروايات أساسا صدرت عن المعصوم ليست مرتبة ترتيبا زمانيا وبعض الروايات بسبب بسبب ضعف ذاكرة الروايات اختلأ الترتيب الزماني الذي كان فيها حينما صدرت عن المعصوم صلوات الله عليه على أي حال نحن في أجواء الظهور دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها هناك دعوة وهناك قادة لهذه الدعوة فإذا خالف الترك الروم وكثرة الحروب في الأرض ينادي مناد على سور دمشق ويل لازم من شر قد اقترب ويخرب حائط مسجدها حائط مسجد دمشق وخراب حائط مسجد دمشق علامة لظهور السفياني لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية كلها بالإجمال الرواية تتحدث عن زمان الغيبة ولكن عن مقطع زماني قريب من وقت ظهور إمام زماننا كم قربه نحن لا نعلم ذلك لكن الذي يبدو أن العدد بالسنوات وليس بالأشهر لأن الحساب بالأشهر إنما يكون بعد ظهور السفياني وهذه التفاصيل سابقة لظهور السفياني بمدة زمانية فالحساب سيكون بالسنوات كم هي العلم عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه إذن الزمان قريب من يوم الظهور ولكن الحساب بالسنوات وليس بالأشهر مثل ما قلت لكم فإن الحساب بالأشهر يكون بعد ظهور السفياني هذه الوقائع تكون قبل العلامات الحتمية ذكرت في روايات أخرى وسيأتي ذكرها أيضا في هذا التقرير المهدوي الشيء المهم الذي يرتبط بحديث هنا دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها قطعنوا قطعن المثال الأكمل والأوضح هو اليماني هذا المثال الأكمل والأوضح أوردت الرواية أريد أن ألفت نظركم إلى مسألة مهمة جدا هذه المسألة غائبة عن أذهان الشيعة قادة الدعوة لن يأتوا بتنصيب من عند أنفسهم لا بد أن تعرفوا هذا ولن يأتوا بتنصيب من الناس قد يصف الشيعي نفسه بأنه داعية لأهل البيت إذا كان يقصد المعنى العرفية السطحية لا بأس بذلك يمكنني أن أقول عن نفسي بأنني داعية لأهل البيت لأنني أدعو الناس إليهم لكن بالمعنى العرفي السطحي وهذا لا تتحدث عنه الروايات الروايات حينما تتحدث عن الدعوة وعن قادتها فقادة الدعوة هم دعاتهم لن يكون قادة للدعوة ما لم يكون من الدعات نحن لا نتحدث عن حملة عسكرية هنا نتحدث عن دعوة دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها قادة الدعوة لا بد أن يكون دعاتا هؤلاء لن ينصبوا من عند أنفسهم ولن ينصبوا من الناس هذا هذا المصطلح مصطلح خاص في ثقافة أهل البيت الدعاة مصطلح خاص أساساً هذا المصطلح خاص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط 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 إطلاقه على العباسي ابن أمير المؤمنين يأتي بالتفرع إطلاقه على كل الأنبياء بملاحظة أنهم شيعة لمحمد وآل محمد يأتي بالتفرع هذا العنوان خاص بمحمد وآل محمد هذه قضية مهمة جداً فقه حوزة النجف لا يعرفها كموضوع البيعة الذي حدثتكم عنه من أن البيعة لا تجوز إلا للمعصوم والشيعة تبايع المراجع والمراجع ملعونون والشيعة الذين يبايعونهم ملعونون بحسب فقه العترة فقه الحوزة الطوسية لا يعرف هذا إنه فقه ضلال أتمنى عليكم أن تتدبروا معي ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين وزيارة آل ياسين نص أرسله إلينا إمام زماننا كي نزوره كي نخاطبه هكذا تبدأ الزيارة الشريفة سلام على آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته هذا هو الداعي صاحب الأمر هذا الإطلاق إطلاق حقيقي لا حق لي ولا لغيري أن يطلق هذا الوصف بعنوان الحقيقة على نفسه هؤلاء حزب الدعوة مسخر هؤلاء حينما يطلقون على حزبهم الدعوة ويطلقون على أنفسهم بأنهم الدعاة هؤلاء مسخرة هذا جزء من بترية محمد باقر الصدر هو الذي أسمى حزب الدعوة بحزب الدعوة وأطلق على أعضائه الدعاة جزء من بترية فكر محمد باقر الصدر هو لا يفقه هذه الحقائق سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله هذا هذا عنوان خاص بإمام زماننا مثل ما قلت لكم عنوان خاص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط فقط إطلاقه على غيرهم يأتي بالتفرع والتبعية ماذا نقرأ في دعاء العهد اللهم إن حال بيني وبينه بيني وبين إمام زماني أن أموت في عصر الغيبة من دون أن أدرك عصر ظهوره اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي إنها الرجعة العجيبة وما هي بالرجعة العظيمة الرجعة العظيمة هي التي ينكرها مراجع النجف وكربلاء يقرون بالرجعة العجيبة لكن الأئمة حين يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا يتحدثون عن الرجعة العظيمة وهي التي تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي الأول عودوا إلى برامج المفصلة في هذا الموضوع هذا جزء من الرجعة العجيبة التي تحدث زمان الظهور اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا ماذا ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيد والغرة الحميد وكح الناظري بنظرة مني إلي هذا هو الداعي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي هو هذا الذي نسلم عليه في زيارة آلياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته وهذه التلبية هي هي التي جاءت في زيارة الحسين المخصوصة الأولى الزيارة التي نقرأها في زيارات رجب وشعبان بحسب تبويب مفاتيح الجنان الزيارة المخصوصة الأولى لبيك لبيك داعي الله تلبية للحسين الحسين هو الذي نقول له لبيك داعي الله كما كما قلت هذا عنوان مخصوص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر هم الدعاة إلى الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك داعي الله هذا هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نسلم على أئمتنا السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله هذا وصف خاص بمحمد وآل محمد لا يصح أن يطلق على غيره وإذا أطلق على غيره بالتفرع والتبعية فبتعيين منهم هم يقولون لي أنت داعية عننا وداعية لنا إذا كان الحديث عن داعية حقيقي لا عن إطلاق عرفي بمعنى بمعنى سطحي محدود الداعية عنهم هم الذين يجهزونه بأسباب الدعوة أما هذا الذي ينصب نفسه داعية عنهم وهو ليس مجهزا بأسباب دعوتهم هذا سيكون وبالا على دعوتهم سيكون وبالا على دعوتهم دعاتهم هم الذين ينصبونهم وهم الذين يجهزونهم وهذا هو السر في خصوصية اليماني ما هي خصوصية اليماني ماذا نقرأ في غيبة النعماني إنه الحديث الثالث عشر صفحة ستمية واثنين وستين عن أبي بصير عن إمام من الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن اليماني وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لماذا لأنه يدعو إلى صاحبكم هذه دعوة حقيقية وبإذن من صاحبكم ومن هنا ترتب هذا الأثر وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذا أمر بنحو الوجوب فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم هذا صاحب دعوة حقيقية هذا مأذون من أصحاب الدعوة الحقيقية هذا هو السر في اليماني هو داعية إلى الحق بإذن إمام زمانه ليس هو الذي نصب نفسه تبرعا من عنده هذا داعية محدود ساذج بسيط مثل ما أصف نفسي بأني داعية لمحمد وآل محمد أو أن تصف أنفسكم بذلك بالوصف العرفي هذا ما هو وصف حقيقي الداعية الحقيقي ينصب من قبل إمام زماننا ويجهز بوسائل الدعوة من قبله مصداق واضح هو هذا اليماني هذا داعية حقيقي ومجهز بأسباب الدعوة من إمام زمانه ولهذا السبب الإمام الباقر يقول وإذا خرج اليماني فانهض إليه هذا صاحب دعوة حقيقية لن يأخذكم يا أيها الشيعة في طريق الضلال وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم السلام على الدعاة إلى الله هذا هو الوصف الحقيقي فيهم صلوات الله عليهم أنا أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة إنه القول البليغ الكامل السلام على الدعاة إلى الله وفي عبارة أخرى السلام على الأئمة الدعاة الدعاة لا بد أن يكون أئمة السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدات دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها القادة لا بد أن يكونوا دعاة لأننا لا نتحدث عن حملة عسكرية نتحدث عن دعوة أهل بيت نبينا تلاحظون التلازم والتوافق بين هذه الأوصاف ونحن نخاطبهم فمرة نخاطبهم السلام على الدعاة إلى الله ومرة نقول لهم السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداء ثم نقول لهم ولازلت أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة إنها الحكمة اليمانية هذه هي الحكمة المحمدية العلوية الزهرائية نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة ودعوتم إلى سبيله هؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا الحقيقيون محمد وآل محمد إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط وفقط وفقط ودعوتم ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة هذه الحكمة اليمانية المحمدية العلوية الزهرائية حينما أبدأ برنامجي يا زهراء إنني أتوجه إليها أن تنظر إلي بحكمتها هذه أن تنظر إلي برحمتها الواسعة حينما نقرأ في دعاء الافتتاح وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة عن إمام زماننا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة هذه دولة صاحب الأمر وما هي بدولة أخرى اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله هذا لن يتحقق إلا في دولة صاحب الأمر أن يعز الإسلام الحقيقي وأن يعز أهله الحقيقيون وأن يكون النفاق ذليلا وأن يكون المنافقون أذل لا هذا في دولة صاحب الأمر فقط اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك من الدعاة بالمعنى الحقيقي من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك تلاحظون التمازج والتواؤم والتوافق ما بين الدعاة والقادة وهذا يشعرنا بصحة هذا الكلام بصحة كلام هذه الرواية عن عمار بن ياسر دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها هذا الكلام يكون في زمان الغيبة وكما يبدو قبل ظهور السفياني هؤلاء هم الذين حدثنا عنهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وثلاثة وخمسين حديث طويل يرويه أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه إلى أن يقول إمامنا السجاد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته وصل الحديث إلى صاحب العمر يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا هؤلاء هم هؤلاء هم وهم المخلصون أولئك المخلصون حقا الذين تتفجروا ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم تلك هي المواد التي يجهزهم بها صاحب الأمر هكذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 إنها الخطبة الخمسون بعد المئة أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الفتن العظيمة إنه زمان الغيبة الكبرى ويخبرنا عن شؤون صاحب الأمر وعن شؤون أصحابه وأوليائه فيقول في سترة عن الناس السترة هي الغيبة صاحب الأمر في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ثم لا يشحذن فيها في زمان الغيبة في زمان هذه السترة ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل مثلما يشحذ الحداد السيوف القين هو الحداد والناصل السيوف الرماح ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل كيف تجلى بالتنزيل أبصارهم من الذي يفعل ذلك بهم إنه إمام زمانهم هذه هي المواد والأسباب التي يجهز بها صاحب الأمر دعاته وقادته زمان الغيبة وزمان الظهور أمير المؤمنين يحدثنا هنا عن زمان الغيبة صاحب الأمر في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها في هذه السترة في هذه الغيبة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح قرأت عليكم قبل قليل في الزيارة الجامعة الكبيرة عن الأئمة الدعاة ودعوتم إلى سبيله بأي شيء بالحكمة والموعظة الحسنة الحسنة مرة تكون بشكل مباشر منهم وتارة تكون بطريق غير مباشر عبر دعاتهم وقادة دعوتهم ودعوتهم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة هكذا قرأنا في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نسلم على الدعاة إلى الله السلام على الدعاة إلى الله ونسلم أيضا السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهدات ثم نقول لهم ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة هذه الحكمة يتجلى منها ما يتجلى عبر الأئمة في قلوب وعقول شيعتهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون يغبقون عند المساء يسقون كأس الحكمة عند المساء هناك الصبوح عند الصباح وهناك الغبوق عند المساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذه هي هي الحكمة هي هي التي يتحدث عنها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أولئك المخلصون حقا المخلصون حقا هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه والإخلاص يكون إخلاصا لإمام زماننا من أحبكم أحب الله ومن أحب الله أحبكم من أطاعكم أطاع الله ومن أطاع الله أطاعكم من أخلص لكم أخلص لله ومن أخلص لله أخلص لكم لماذا لأنهم وجه الله الذي إليه نتوجه أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا تلاحظون دقة المنظومة المهدوية حتى في زمان الغيبة في زمان الغيبة يمكن أن تصل الحكمة إلى قلوب الشيعة إذا كانوا على منهج صحيح وليس على منهج القذارة الطوسية لا بد أن تعرفوا ماذا قال أمير المؤمنين لكميل بن زياد كلام مهم جدا أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة أتمنى عليكم أن تفتحوا عقولكم وقلوبكم قبل أهذانكم انتبهوا لهذه الكلمات الخطيرة هذه كلمات خطيرة وخصوصا بالنسبة لرجال الدين وحتى لغيرهم لأن غيرهم يعتقد فيهم في رجال الدين يا كميل يا كميل لو لم يظهر نبي لو لم يظهر نبي وكذا الكلام لو لم يظهر الحجة بن الحسن الكلام هو هو لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا لم يظهر نبي لم تظهر حجة الله لم يظهر إمام زماننا لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا بل والله مخطئا حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له هناك تنصيب وهناك تأهيل لا بد من وجود أسباب للدعوة إنها الحكمة التي يغبق بها أولياء صحب الأمر ويصبحون بها عند الصباح والمساء هناك منظومة دقيقة لكن الشيعة ضيعتها وذهبت وراء هؤلاء الثولان ينصبون لكهم دعاة هؤلاء خطباء مطايا مطايا خطيب مطي 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 حين أستمع إليهم لا أجد كلمة صحيحة عندهم كل حديثهم يخالف منهج العترة الطاهرة المطي الشبير نصب لمطي صغير داعي عنه من أم داكم يوالله أم داكم طائرين الحظ على هديانة طائع حظا المطي الشبير نصب له وكيل مطي عنه صغير هذا منطق الدين هذا منطق العترة لكنهم تركوا الأئمة وتركوا إمام زمانهم لو أنهم ساروا في هذا المنهج لوفقوا لهذا المسار يا كميل لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا بل والله مخطئا كان مخطئا حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له تنصيب وتأهيل وهذا الأمر يجري في زمان الغيبة أيضا ما أنا قرأت عليكم الروايات والأحاديث يا كميل يا كميل الدين لله فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا وهؤلاء يعينون أناسا تحت رعايته تارة باللطف الجلي وأخرى باللطف الخفي وهذا موضوع فيه تفصيل يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي الأمان الأمان يا صاحب الزمان فإنني تحدثت هناك عن المنظومة المهدوية الغيبية السرية في واقعنا الشيعي يا كميل الدين لله فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا أما أنا وأمثالي نحن دعاة بالمعنى العرفي ولذا دائما أقول لكم لا أطالبكم أن تتبعوني لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي أطالبكم أن تحترموا عقولكم وأن تعودوا إلى كلامي بأنفسكم وأن تبحثوا عن الأدلة بأنفسكم كي تقوم الحجة عليكم من عندي أنفسكم لأنني لست حجة عليكم لست داعية منصبا من قبل صاحب الزمان الداعية المنصب من قبل صاحب الزمان يكون حجة علي وعليكم فافهموا دينكم وعرفوا أنتم في أي طريق سائرون هذه البغال والمطايا هذه اللي أنتم ماجهين وراه أين سيكونون وفقا لهذه الموازين وأنتم أين ستكونون يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين عامهين من العمى من العمى والضلال والتيه يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين ليس هناك من مرجعية تكون صماما للأمان هذا حج خرطي يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين وهذا هو الذي حدثتكم عنه في برامجي من أن المنهج اليماني لا يرفض التقليد لكنه يرى التقليد لسفلة الشيعة وإنما المنهج اليماني هو التعليم أنا متخصص أعلمك وأنت تتعلم مني وأنا وإياك من الموالين المتبعين المقلدين لإمام زماننا هذا هو المنهج اليماني أما التقليد جائز ولكنه لسفلة الشيعة لأصحاب العقول الضعيفة الذين لا يستطيعون تمييز الأمور أما أنتم الأكاديميون وأصحاب الشهادات وأنتم المثقفون والإعلاميون تريدون أن تعدوا أنفسكم من السفلة والمعتوهين فاذهبوا باتجاه التقليد إذا كنتم تريدون المنهج اليماني إنه منهج التعليم معلم ومتعلم وهذا هو حديث أمير المؤمنين يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين إنما يتقبل الله من المتقين من هؤلاء الذين يتقبل الله منهم القرآن يخبرنا نذهب إلى آخر آية من سورة آل عمران إنها الآية المئتان بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هؤلاء هم المتقون الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين فيقول إنما يتقبل الله من المتقين هؤلاء هم يا أيها الذين آمنوا الأمر الأول أصبروا أصبروا على دينكم أصبروا على طاعاته على فروضه على مناهيه أصبروا على دينكم وصابروا وصابروا أعداءكم خصوصا إذا كانوا من أبناء جلدتكم يكونون أعداء وأقبح وأقذى ورابطوا ورابطوا إمامكم هذا ما هو كلامي هذه رواياتهم وأحاديثهم ورابطوا إمامكم واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا هو المنهج اليماني النظيف الواضح قارنوا بين هذا المنهج وبين المنهج الذي تعلمتموه من أصحاب العمائم من هؤلاء الحمير أقرأ عليكم مرة أخرى ما قاله أمير المؤمنين لكميل يا كميل لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا بل والله مخطئا كان مخطئا حتى ينصبه الله حتى ينصبه الله حتى ينصبه صاحب الأمر فهو وجه الله حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له أن يسقيه كؤوس الحكمة صباحا ومساء وأن يلقي في مسامعه حقائق التفسير مثل ما قرأنا في نهج البلاغة الشريف وكان الأمير يتحدث عن زمان الغيبة عن زماننا هذا يا كميل الدين لله فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا أو مما يشرعه هؤلاء مما يعينه هؤلاء مما ينصبه هؤلاء من الدعاة والقادة يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة ليس هناك من مرجعية خصوصا إذا كان تخرطي يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين إنما يتقبل الله من المتقين هذه الوصية هي هي التي قال فيها لكميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة وهذه هي المعرفة وقال له يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا لذا ماذا قال إمامنا الرضا عن قتلة الحسين في آخر الزمان عن زوار الحسين والمتشافين بتربته والمنتحلين المعتقدين بولاية الحسين وآل الحسين الإمام لعنهم ماذا قال عنهم ليسوا ليسوا منا لماذا هم ليسوا منهم لأنهم لا يأخذون منهم يأخذون عن غيرهم هذه رسالة صاحب الأمر للشيعة طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هذا هو الذي أنادي به منذ السنين الطويلة هناك منهجان هناك تشيعان هناك تشيع المراجع لا يأخذ عن أهل البيت وهناك التشيع المهدوي هو هذا الذي منهجه لا يأخذ إلا عن أهل البيت يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هكذا قال عمار بن ياسر دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان فلزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها إذا ما استطعنا أن نشخص قادة بحسب هذه البيانات لدعوة محمد وآل محمد فهذه علامة واضحة جدا على قرب الظهور الشريف وعلى قرب حدوث العلامات الحتمية وقت الحلقة صار طويلا وللحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر